اشتركوا في القناة بيتتحط الصبغة منها وفيها علشان ده في المحلات يعني الحلويات بيسهل لهم انه تبقى لونها موحد فبقت العجينة نفسها بتاخد وهي سيلة صبغة وبعدين بتتعمل بالشكل ده انا النهاردة قلت اوليكم العجينة العادية ويفضل بالنعمة تبقى الكنافة مش طازة قوي يعني ممكن من الفريزر تبقى ناشفة علشان ده بيسهل لنا لما نضربها هنا في الفود بروساسر ما تعجنش بتبقى نعمة اسرع وقلت لكم انه لسه نتعلمها طريقة جديدة بتتعامل من السميد فحنعملها ان شاء الله بس خلونا نعملها بالطريقة البسيطة التقليدية حناخد الكنافة وعلى الفود بروساسر نتحنها مهما حاولنا نفرومها بالسكينة او باي طريقة تانية مش هتنعم زي ما احنا عايزين فحنحط كمية هنا والله بفضل اللي بتبقى ناشفة قوي وطلع من الفريزر متكسرة هي دي اللي هتتفرن معانا بسرعة تعالوا ما نحطش كمية كبيرة ونممكن نعملهم على دفعتين تعالوا نبص عليها شايفين لما تبقى شوية طرية بتاخد وقت بالفرن هنتحنها تانية تعالوا نبص عليها تفرمت بس مش زي ما انا عايزة قوي ممكن نعمل ايه عارفين لما تطلع الكنافة من الفريزر وتبقى لسه ناشفة قوي احنا ممكن نطحنها بادينا ممكن نعمل ايه ممكن نفرقها بادينا شوية هتناعمل كمان شوية ممكن نزود عليهم اللي عندنا هنا خلونا نفرقهم شوية طيب نفرقها بادينا وزي ما قلتلكم الكنافة الناشفة اول اللي طلع من الفريزر هي احلى حاجة للكنافة النعمة يعني دي كانت طلع من الفريزر بصوا لما تفرمت ناعم بكل سهولة شايفين اتفرفتت كده تعالوا نحط كمية تانية سريعة ولا اشوف الكمية دي الصينية عندنا حجمها قد ايه الصينية دي حجمها بتهيقلي الكمية دي كفاية خلونا نشتغل بالكمية دي ولو احتاجنا هنفرم تاني طيب السمنة هي واحدة من اساسيات الكنافة زي ما كنت ممكن احط زبدة بس كتشفت بالحلويات الشرقي بالجلاج وفي الكنافة انه الزبدة فيها نسبة من طبعا مش كتشفت نسبة من الالبان هي مش خلية من الالبان لانه السمنة هي باي برودكت منتج تنوي من الزبدة الزبدة بتغلي بتفصل المرتع بتفضل السمنة فالسمنة is clarified butter زبدة مصفة مع ايه سوري ده بيدل على ايه ده بيدل على انه لما نخبزها في الفرن الالبان مش هتتحرق وتطلع لن نقطة السودة السمرة دي اللي مش منحبها فالسمنة البلدي هي اختيارنا النهاردة انا حطاها على النار عشان تسيح خلوني ألبس لجلافز هنضيف مع السمنة للكنافة دي شربط كمية بسيطة من الشرباط هتساعدها انها تتماسك وحتساعدها انها لونها يحلو فحاخد شوية من الشرباط كمية مش كبيرة يعني مثلا معلقة كبيرة او معلقة ونص السكر اللي في الشرباط هيديها كرميليزيشن حلو هيك بتنزل بشويش فهي دي تقريبا معلقة او معلقتين هنحط دلوقتي السمنة دي سخنة شوية هناخد السمنة في ناس بتعرف تعمل الكنافة والحلويات والحاجات التقليدية اللي تعلمتها من اهليها بمقدار انا بصراحة مقداري هي الزاكرة والعين والطريقة اللي تعلمت اعرف من ماما انه هي في المرحلة دي خلاص شربت الكفاية من السمنة محتاجة سمنة تاني في الحاجات اللي هي الكيك وكده دايما بقول لكم لازم نمشي بالمقادير ولازم تبقى مقاديرها مظبوطة علشان الكيكة مش هتنفخ الى اخرية في الاكل بتاعنا دا يعني اتحدى اي ام الامهات تفرج علينا اللي بتعملكنا فبالمكسرات بتقول لاش بالاشتاء بالعين وبالنظر وبالاحساس جربوا دايما بصوا هنا دلوقتي وهي بتمسك معايا كده انا شايفة انه هي هنبنى ارفع لكم بس نتأكد بس انها كلها اختلطت لما بضغط عليها كده بصوا بضغط عليها كده بتمسك شوية ده دليل انها كلها وصل لها السمنة اهو شايفين هناخد هنا نونستيك حاجة غير قابلة للالتصاق او شفتوهم وهم بيعملوا الحلواني تقول الح حلواني مش عارفة جمعة حلوانية بيقولولي في الكنترول بيدخلوا صواني الالامنيوم يحرقوها بالفرن ليه الكنفة فسألت ليه قالك لما بتتحرق في الفرن يعني قبل ما يخبزوا الكنفة بدخلوها الفرن تتحرق ما بتلزقش فيها الكنفة وناس كتير كمان بتستخدم النحاس طبعا النحاس من اغلى الاواني الطعي بس المحلات القديمة كانوا بيستخدموا النحاس هنعمل طبقة من السمنة هناخد الكنفة نفردها خلوني اجيب مجرين كب او معلقة او اي كباية نقدر نستخدمها علشان نضغط كده نكبسها كويس الكنافة اللي حنستخدمها سوري الجبنة اللي حنستخدمها المرة دي هي جبنة عكاوي الجبنة العكاوي طبعا هي الكنافة نابلسية والكنافة النابلسية هي اصل الكنافة النابلسية بس ما بقتش متوفرة زي زمان ولموجود عندنا كنافة سوري جبنة عكاوي وجبنة متزرقلة خلطة ما بين الاتنين بتبقى حلوة جدا جدا العكاوي بتتقطع اهي بيبقى قرص وبتتنقع بالمية وبتتغير عليها المية كزا مرة لحد ما خلوني افردها بايدك كويس لحد ما تخف ملحها مش يروح ملحها تماما يقل الملح ليه؟ انه زي ما قلتلكم في الاول الكنافة النابلسية توازن الحلاوة والملوحة فيها هو اللي بيخلي الواحد يعد ياكل من غير ما يحس فاحنا دلوقتي كل اللي بنعمله انه منتأكد بس شايفين دي طلعة مستوية اللي قلبناها في اول الحلقة نتأكد انه الجناب وتحت مفروضين كويس طبعا كنت اتمنى تبقى الكنافة عندي نشفة اكتر من كده بتتطحن اكتر فانتو هتعملوا ايه؟ هتحطوها في درجة حرارة الاوضة كده بره في صينية في المطبخ وما تخافوش الكنافة بتنشف بسرعة واستنوها تنشف وبعدين هتطلعوها وتفرموها بالفود بروسسور طيب هنعمل ايه؟ هناخد جبنا موزرلا اهي العادية وجبنا العكاوي في بلاد الخليج اللي بيشتري الجبنة دي يقول له عكاوي تشيكي العكاوي تشيكي بتيجي حدقة جدا وقرص ناشف جدا بتتقطع شرايح فيه ناس ببشروها انا بخاف البشر بيهدر منها كتير انا بقطعها شرايح او مكعبات وبغسلها شوية تحت الميا وبعدين تحت الحنفية يعني وبعدين بنقعها تلت ساعة تلت اربع مرات كل مرة اغير الميا فبتوصل عندي لمرحلة خفيفة الملح جدا هناخد برضو الجبنة الموزاريلا ودي اللي بتديها برضو مطاطية عالية ممكن تكتفوا بالعكاوي بس الفرن درجة حرارته 180 على المروحة تتأكد انه الاطراف كلها كده مستوية 180 لحد ايه لحد ما الكنافة تشوفوها من فوق اللون بتاعها حمر والجبنة ساحت وتطلعوها تقدموها طيب طلعنا الكنافة مش هنقدمها دلوقتي هنعمل ايه يا شف؟ تقليديا زمان كانوا بيحطوا حلة او بيبقى عندهم حتى زي البرميل في محلات الكنافة وبتلاقوا صدر الكنافة الكبير ده محطوط فوق حاجة وبيتحرق فوق بخار الميا لانه بخار الميا مش هيحرق الكنافة اللي استوت وخدت لونها الحلو بس هيخلي الجبنة سايحة دلوقتي فيه المايكرويف بس المايكرويف منقدرش ندخل فيه ساعات الاواني كلها فيفضل حلة على النار لو احنا عندنا ضيوف وعملين بوفيه حتى الشمعة اللي الفكرة الشمعة دي بتحرق لازم بخار ميا فحلة على النار تحتها شعلة صغيرة البخار بيخلي الجبنة بعد ما تتقلب يعني دي مش دي دي تستوي نقلبها دي اللي تفضل على البخار اتمنى النهاردة زيارتنا لفلسطين تبقى عجبتكم واتمنى انه فزورتنا من فلسطين تبقى سهلة وانا في نص الكلام حلتها لكم كذا مرة ما تنسوش تكتبوا كل اجاباتكم تجمعوها وعلى الفوست الاسبوعي في كومنت او كومنت كتير بسي مهم كل كومنت فيها الاجابات كلها فيسبوك وانستجرام وجوائزنا كتيرة من باكو وميانتا وسنورة بكرة بحلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة